اشتركوا في القناة على دعم ومساندة نادي البحرين الذي يعد معلما رياضيا وطنيا له حضوره ودوره في تشكيل المشهد الرياضي البحريني وذاكرته الحديثة ليتمكن من استئناف أنشطته الرياضية والاستثمارية ويستمر في التطور والعطاء وقال سموه إنه من المهم أن يتم العمل على إنجاز المشروع بشكل مطلوب وفي إطار زمني واضح ومحدد بما ينسجم مع ما تشهده الرياضة في مملكة البحرين من تطور شامل في إطار المسيرة التنووية الشاملة بقيادة سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى وبدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مشيرا سموه إلى الدور الكبير الذي يطلع به سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الإنسانية وشؤون الشباب من خلال ترأس سموه المجلس الأعلى للشباب والرياضة في النهوض بالقطاع الرياضي وتمكين المؤسسات الرياضية كفا جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إلى موقع مشروع نادي البحرين في محافظة المحرق ونوه سموه بأهمية الاعتناء بجميع جوانب احتياجات النادي موجها الجهات المعنية بالتعاون والتنسيق للإفاء بمتطلبات المشروع بشكل كامل حتى يستأنف أنشطته بشكل كامل ويستعيد تألقه مؤكدا على ضرورة أن يتم الاحتفاظ بالملامح التي ميزت عمران النادي وأصبحت جزءا من هويته عبر العقود من جانبه عرب رئيس مجلس إدارتنا للبحرين الرياضي سعادة الدكتور عبد الرحمن راشد الخشرم عن بلغ شكره وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على متابعته المباشرة للمشروع وعلى توجيهاته الكريمة للتسريع في إنجازه لكي يتمكن النادي من مواصلة مسيرته ومعاودة الإسهام في الحركة الرياضية البحرينية اشتركوا في القناة